بالله ما اعتقد اني مراقب ومعمريش انتبعت الموضوع زي هيك اصلا فما دققتش يعني قبل هيك بيجينا تحذيرات وشغلات زي هيك بس ما عمري عملت اي اجراء بخصوصا يعني اول اشي بالنسبة للواتساب هو برنامج هو مراقب من قبل الشركة الام ولكن الاختراقات اللي قاعدة بتصير حاليا هي من بعض الاشخاص اللي بتسموها كر والاختراقات هاي بسبب يعني انا بنظر الشخصي هي بسبب المجموعات اللي كثرت على الواتساب الروابط الوهمية اللي بتنبعث على المجموعات والناس اللي بيفتحوا هاي الروابط هي بتأدي الى عملية الهكر والله ما تبعت الاجراءات الوقائية ومعنديش اشي يخاف علي اني يفوتوا يطلعوا البدو ما يعزوا يعني ممكن كل شي يكون مراقب بس لسه ما عملت اي اجراءات وقائية باعتقادي لانه هو بيكون انت حسب ما انت ناشر على واتساب او اذا فيه غايات محتفظ فيها واتسابك لها حتى انه يخترق اما واتساب استخدام طبيعي ما اظن والوقاية الضرورية تكون في عندك ان انت دراية باي موضوع مش بيجيك اي نشر اعلاني بقولك سوقه لعشر اشخاص روح تبعته يعني لازم تكون انت حريص بالاجراءات التعامل الرسمية من التطبيق نفسه